اشتركوا في القناة التي ينتهجها فخامة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تجاه الاصدقاء والحلفاء بالمنطقة مؤكدا سموه ان تعاون الولايات المتحدة مع اصدقائها وحلفائها في المنطقة ضرورة تفرضها مقتضيات الامن والاستقرار وان المملكة العربية السعودية قطب من اقطاب الاستقرار العالمي واكبر واهم حليف ودعم السعودية هو دعم لنا فهي نحن جميعا فيما نقل نائب وزير الخارجية الامريكي لسموه تحيات فخامة الرئيس دونالد ترامب وتقدير الولايات المتحدة وحكومتها لجهود سموه في تعزيز العلاقات الثنائية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع اليوم السيد جون سوليفان نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الامريكية الصديقة والذي يزور مملكة البحرين حاليا حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتطويره في مختلف المجالات وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة نائب وزير الخارجية الامريكي الى المملكة معربا سموه عن تطلعه الى ان تسهم في دفع مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الى افاق تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين واشهد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الامريكية من نماء مضطرد في كافة المجالات بما يجسد متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والتي تقوم على اسس قوية من الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الوصول الى مستويات من التعامن تلبي التطلعات كما اكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير اوجه التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية الصديقة ارتكازا على ما يجمع بين البلدين من تفاهم وتنسيق مشترك في العديد من القضايا الاقليمية والدولية ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى اهمية التعاون القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة في المجالات السياسية والامنية والعسكرية في تعزيز جهور تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة من جهته اشاد نائب وزير الخارجية الامريكي بما توليه حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بكل ما يدفع بمسار العلاقات الثنائية الى الامامة مؤكدا حرص بلاده على تعميق علاقات التعاون والصداقة المتميزة مع مملكة البحرين وفي مختلف المجالات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة